السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر النهاردة هنتكلم عن طريقة عمل جروب على سناب شات بكل سهولة زي ما تعودنا على قناة دكتور كمبيوتر بنخش في الموضوع على طول ازاي ان انا اعمل جروب على سناب شات بخش افتح لسناب شات كده بكل بساطة ويبضغط على علامة الشات اللي تحت دي شايفنا علامة المحادثات دي بضغط عليها ومنها بزهر لي طبعا الناس الموجودة عندي اه بضغط على علامة الالم اللي موجودة تحت بلازر ايدي بضغط عليها ومنها بختار الناس اللي انا عاوز اضيفهم ولكن مسلا انا عاوز اضيف مسلا اضيف مسلا اضيف مسلا التلات حسابات دول كده واحد اتنين تلاتة واسمي المجموعة سميها زي ما انتها واستحاب مسلا اسميها هنا تست وهاقول له اضغط دردش مع المجموعة في حساب الموافق مشاعر فاضيفه فهاشيله ودردش مع المجموعة خلاص انا انشأت المجموعة اقدر دلوقتي ان انا اعمل دردشة معهم بكل سهولة طيب لو انا حابب ان انا بكل سهولة عاوز اضيف حد المجموعة تاني بضغط على برضو علامة دي بلاقي ان هنا كلمة تستهيل اللي انا مسميها بضغط عليها اقدر ان انا اعمل اضافة اعضاء بكل سهولة او ان انا لو انا اه اه ضغط ضغطة مطولة عليها هيجيلي برضو هنا ان انا اضغط المزيد ومنها ان انا اقدر اعمل كل ده اعدل اسم اعدل اعادات الاشعارات اقدر ان انا اثبت المحادسة امسح المحادسة اغادر المجموعة تمام او ان انا اضيف اعضاء للمجموعة زي ما احنا شايفين قدامنا انا بكل سهولة هعمل اول حاجة مسح المحادسة مغادرة المجموعة ممكن كمان تعمل مغادرة المجموعة من ان اتا تخرج برها طيب لو في حد في المجموعة هنا محتاج ان انا ايه ايه بكل سهولة بضغط على مجموعة كده functions وبروح على الاااا اضغط على اسم المجموعة فوق اهو على اليمين ومنها بضغط على اعضاء المجموعة قدام باضغط ضغطة متولة ولكن على ده اعاوز اشيل ضغطة متولة وهقول له ازالة من المجموعة بكل سهولة كده ازالة تم ازالته لو عايز ازیل لبعده بлизع ضغطة متولة وازالة من المجموعة. تمام? وتمنى ازالته بكل سهولة. ده كان شرح واضح وسهل. طبعا خلاص كده الدردشة ما فيهاش حد. اقدر ان انا دلوقتي امسحة بشكل نهائي. اضغط ضغطة مطولة اقول له المزيد واقول له اه مسح المحادسة خالص. ومسح. ده كان شرح واضح وسهل لطريقة اه عمل جروب على اه سناب شات وكمان طريقة التحكم فيه سواء بازالة اعضاء او اه اضافتهم او حتى مسح الجروب بشكل انهائي. اتمنى يكون الشرح واضح وسهل. لو في اسف صار نشوف تعليقات. لو الفيديو عجبك اعمل له لايك. لو اسفد بغيرك اعمل له مشاركة. لو مش مشترك معنا على خناة دكتور كمبيوتر اتمنى تكون من المشتركين معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.